بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة ثلاثة أصول لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لو قال لقائل لماذا ندرس التوحيد لماذا لا ندرس مثلا الكمبيوتر اللغة الإنجليزية مثلا تقول أن التوحيد هو حق الله العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة إلا موحد تكثير الحسنات تكثير السيئات ثم قد يسألك سائل تمشي في الطريق ويسألك سائل يقول هل أنت مسلم وحد تقول نعم أنا وحد يقول ما هذا التوحيد إذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد يقول أنت كاذب كيف الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد أوجب الواجبات عليك ولا يقبل إلا عبادة إلا به وأنت لا تعرف التوحيد وأيضا قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك ايش تقول تقول أعوذ بالله أنا لس بمشرك أنا موحد يقول ما هذا الشرك الذي يحرم الله عليك إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقف الشرك الأكبر وأنت لا تدري إذن أهم ما عليك تعلم التوحيد وأهم ما عليك تعلم الشرك حتى تحذر منه وتحذر منه هذا السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا هذه الليلة أن ندرس الأصول الثلاثة وبدعنا في التوحيد بهذا المتن المبارك لأننا طلاب الطالب لا يتكبر الطالب لابد يتواضع ولابد أن يمشي في العلم على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء والعلماء رحمه الله تعالى أرشدوا أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بمثن الأصول الثلاثة السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت فعندما تأتي إلى القبر تسأل أسئلة ثلاثة من ربك وما دينك وما النبيك السؤال الرابع ما الثمر التي نجنيها من دراستنا بعض الطلاب يقول أريد جائزة أريد فائدة من هذه الدراسة ما الفائدة؟ نقول الفائدة بإذن الله أننا إذا تعلمنا الآن أصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه من أعظم الثمرات والفائد السؤال الخامس والأخير أي كتاب تقتنيه؟ أو أهدي إليك كتابا؟ إيش تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء ما تصنع في هذا الكتاب قبل أن تضعه في الرف في المكتبة تقرأ المقدمة والفارس هذا أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله لو أردنا أن نفارس هذا المتن نقسب هذا المتن إلى خمسة أقسام القسم الأول المسائل الأربع علم عمل دعوة وصبر سورة العصر القسم الثاني المسائل الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر القسم الخامس خاتمة هذا المتن المبارك والله أعلم نعم نعم ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ درس الماضي؟ نعم هذا الدرس ماذا أخذنا؟ ها هذا الدرس يعني لماذا ندرس لماذا ندرس التوحيد؟ نعم لماذا؟ أننا نقول أننا نموحدين لأنك تقول موحد ولا أمكن أن تقول موحد أنك لا تعرف التوحيد لابد تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه قول وعمل واعتقاد لابد نعم ماذا غيره؟ أخذنا نعم قد يسألك سأل يقول أنت مشرك تقول لا لابد أن تعرف الشرك وتحذر منه لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه نعم يا أخي الله يفتح عليك يقول لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة لماذا لأننا طلاب الطالب لا يمكن أن يطلب العلم على ما يحب يعني هذا الأخ مثلا أراد أن يصبح طبيبا مثلا في الأسنان إيش يصنع يأخذ بعض المعدات ويقرأ بعض الكتب ويفتح مكان ويكتب عليه طبيب أسنان صح؟ لا يمكن لابد يرجع لها للاختصاص لو ترجع لها للاختصاص ترجع للعلماء الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لابد نرجع للعلماء في طلب العلم لا تطلب العلم على ما تحب كما أنك لا تطلب الطب على ما تحب تمام نعم يا أخي نعم يقول ما هي الأسئلة الثالثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ باختصار هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك فأي واحد يقول لك إيش أصول الثلاثة؟ تقول هي أسئلة القبر من ربك؟ وما دينك؟ وما النبي؟ لابد هذه الأسئلة تتعلمها وتعرف الإجابة عنها صحيح؟ وقول وعمل واعتقاد خمسة أقسام نعم يمكن أن نفهرس أو نقسم هذا المثل إلى خمسة أقسام ما هي؟ الأول المسائل الأربع سورة العصر العلم والعمل والدعوة والصبر القسم الثاني أنواع لا حد تتكلم الأسئلة الثلاثة يأتيك الدور نعم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ الرابع شرح الأسئلة الثلاثة والخامس الخاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله وعنه إذن تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدم ومدخل لدراسة هذا المتن المبارك الآن نبدأ بدراسة المتن أول قسم قلنا في هذا المتن ما هو؟ أول قسم عندما قسمنا الكتاب إلى خمسة أقسام المسائل الأربع جمعت في سورة العصر إذن هذا الدرس الأول إذن لابد أولا أن نتعلم لا يمكن أن نعمل بلا علم ولا يمكن أن نتعلم ولا نعمل أول شيء تتعلم تعلم تعمل حتى يجتمع العلم على العمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن أول من تسعر بهم النار نصر عافية السلامة ثلاثة منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به إذن نتعلم أولا تعلمنا نعمل عملنا لابد أن ندعو بهذا الذي تعلمنا وعملنا به ثم نصبر تصبر على ماذا؟ تصبر أولا على العلم ثم تصبر على العمل ثم تصبر على الدعوة تسنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كل إنسان فهو خاسر واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل وتواصلوا بالحق دعوة وتواصلوا بالصبر صبر قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم ليس معنى هذا أن الإمام الشافعي لا يريد نزول القرآن لا يقول هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق فما بالنا بباقي سور القرآن وكل إنسان سواء مسلم أو كافر يريد الربح أو الخسارة الربح إذن من أراد الربح لابد أن نأتي بهذه المساء الأربع العلماء رحمه الله تعالى قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى تؤدى نصبر على الصلاة على الصيام على الحج على الزكاة الثاني الصبر عن معصية الله حتى تشتنب نصبر عن المحرمات عن المعاصي عن الربا عن الزنا عن الفواحش الثالث تصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك مرض فقر ابتلاء والله أعلم نعم ماذا أخذنا؟ المقدمة وفيها أربع مسائل هذه المسائل هي أولا لابد نتعلم ثم نعمل ثم ندعو الأعذاف صحيح لو قل قائن الآن هذه النار وهذا الصغير يمشي وأكاد يسقط في النار تتركه أو تنبهه من ينبهه في الجميع هنا؟ من الذي يجيب علي أن ينبه؟ لا هذا فقط يجيب الكل أو واحد شخص بعيني أو هذا بعيني؟ الذي يرى حال هذا تمام؟ هذا في نار الدنيا فكيف بنار الآخر نسأل عافية السلام كيف أنت ترى الآن الكفار أوشك الوقوع في حفر النيران ترىهم بعينك الآن أنت وانت عايش في هولندا صدق والله ما تحذره؟ تعثم أو لا؟ الآن لو يمشي قلنا الصغير هذا ويكاد يسقط هنا وأنت تراه ومطلع على حاله ولم تنبهه سقط تعثم؟ يضمنك السلطان القاضي يضمنك؟ نعم فكيف بنار الدنيا؟ وأنت ترى الآن فلماذا بنعلم الناس التوحيد؟ في فرق يا أخواننا بين الفتوى الفتوى هذه لها كبار العلماء لها القضاء الشرعيين أما الدعوة إلى الله الذي لا تشك فيه واحد بالمئة هذا الأبو تدعو إليه بالله هل يشك واحد فيكم في التوحيد؟ هل يشك واحد فيكم في وجوب الصلاة المفروضة الخمس؟ إذن هذا ليست بفتوى هذه دعوة الدعوة الذي لا تشك فيه واحد بالمئة هذا الأبو تدعو إليه أما البتوى لا يمكن أن نتكلم بها أبداً نعم ما الدليل على المسائل الأربع؟ والعصر إن الإنسان لفيه خسر نعم يا أخي أقسام الصبر الثلاثة الأول الصبر على على طاعة الله حتى تؤدى عن معصية الله ما يمكن يقول على نعم عن حتى تشتنب والثالث أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى عبا هذا هو القسم الأول كثير من الناس يريد جاهد يقول أنا لماذا لا أجاهد؟ أول من تجاهد لابد تجاهد نفسك وجاهد النفس والشيطان وعصهم أول من تجاهد تجاهد نفسك كيف أجاهد نفسي؟ بسورة العصر تريد من الكافر يصلي صح؟ يتعلم التوحيد يصوم صح؟ إذن لابد أولا أنت إذن تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربعة قبل أن تفكر في الجهاد في جهاد يعني الكفار والمنافقين أو ما لذلك سيأتي معنا بإذن الله تعالى والله أعلم لو يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ يقول ما هو التوحيد؟ يقول بين لي التوحيد كيف أكون موحد مثلك؟ ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على عباد؟ والذي كفار مكة أبو أن يقوله به يعني أبو جهل يعرف التوحيد صح؟ والله يعرف وأبى أن يقول لا إله إلا الله فرعون أبى أن يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أبو جهل رأس الكفر يعرف التوحيد وعندنا أناس يدهون الإسلام وينعرف التوحيد الآن لو جاءنا كافر وراد الدخول في الإسلام هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله بلسانه؟ والله ما يكفي لابد من قول وعمل واعتقاد إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا معنى أن التوحيد ثلاثة أقسام القسم الأول من التوحيد التوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيله من غير التكييف ولا تمثيل يخوان نحن طلاب الطالب يحفظ التعاريف التي أتى بها العلماء كما هي حرف بحرف لو قلت في تعريف الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيله من غير التكييف ولا تشبيه التعريف خطأ إذن لابد أن نضبط التعريف الشرعية كما ذكرها العلماء أصبحت عالم عرف اللي تريد أما الآن أنت عالم أو طالب طالب لابد تسير على التعريف التي ذكرها العلماء والله أعلم نعم ماذا أخذنا؟ أخذنا أن التوحيد هو إفراد الله إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات زاق الله خير نعم نعم توحيد الألوهية الذي يختص به الله سبحانه وتعالى النوع الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العباد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله هذا التوحيد هو الذي حصلت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين أبعد فيه ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم تمام الثالث توحيد الأسماء الصفحة إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصب به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذن اسمه صبات فقط من الكتاب والسنة لا مجال للعقل ولا اجتهاد وذلك بإثبات يثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وننزل الله سبحانه وتعالى ماثلة الخلق ونم في كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيله من غير تكيف ولا تمثيل الله وعلم